ولا قرارات أو تشريعات رغم مضي 40 يوماً على تشكيل حكومة كاركوك فالمشاركون عقدوا جلسة واحدة فقط بعد جلسة تشكيل الحكومة فيما ينتظر المقاطعون البت بدعوتهم في المحكمة الاتحادية وذلك في ظل مخاوف من انهيار معادلة النصف زائد واحد الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل الحكومة المحلية هناك المزيد في تقرير محمد الصالح 40 يوماً مضت على تشكيل حكومة كاركوك المحلية ولا قرارات أو تشريعات لمجلس المحافظة لغاية الآن فالمقاطعون ما زالوا ينتظرون أما المشاركون فلم تكن لهم إلا جلسة واحدة بعد جلسة تشكيل الحكومة المحلية التدخل مع أعضاء المجلس المعارضين على أمل العودة إلى المجلس لكن كما تعلمهم لديهم دعوة في المحكمة الاتحادية والإدارية وفي انتظار البت في هذا الحكم بعدها بالتأكيد سيتواجدون في داخل المجلس سواء كانوا فاعلين أو معارضين بحسب القانون فإن إدارة المحافظة يجب أن تكون بمشاركة جميع مكونات كاركوك ومع غياب التركمان عن المشهد واحتجاجهم على المناصب التي منحت مؤخرا يبقى المجلس بانتظار الحكم القضائي الذي قد لا يتأخر كثيرا تعين أي شخصيات تابعة لأحساب عربية أو كردية كونهم من القومية التركمانية هذا أسلوب خاطئ هذا يوسع الفجوة بين قائمة زفة التركمانية العراقية والإدارة الحالية نحن نأمل في الوصول إلى إدارة مشتركة يشارك الزميع في إدارة هذه المحافظة وضع سياسي قلق هكذا يصف مراقبون الوضع السياسي في المحافظة فمغادلة النص في زائد واحد قد تنهار في أي لحظة الأمر الذي ينعكس سلبا على قمل الحكومة المحلية والمواطنين إضافة للمشارق في المحافظة مثل ما تعلم أن الأغلبية متحقكة وإن كانت هذه الأغلبية مخيفة على اعتبار أن هناك تسعة أعضاء ويحتاج نحتاج إلى ترصين هذه الأعضاء إلى 10 أو 11 إلى 14 وقد يكون إلى 16 كاركوك لا تتحمل الخلافات السياسية كاركوك تحتاج إلى الصوت المتفق والصوت الاتفاقي في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين قطاف ثمار الحكومة المحلية الجديدة يخشى من أن يؤدي غياب التوافق بين القوى الفاعلة إلى اندلاع صراعات جديدة من كاركوك محمد الصالح قناة الدجل الفضائية